توافد المواطنون على محلات بيع الأسماك لشراء احتياجاتهم من الأسماك المملحة تشتهر أسوان بتقديم أنواع عديدة من الأسماك المملحة الأسماك المملحة على رأسها الفسيخ أكلة شعبية مصرية توراثتها الأجيال جيلا بعد جيل حيث كان يتناولها المصريون القدماء واستمرت حتى الآن وكانت وما زالت من أهم مظاهر الاحتفال عند المصريين في شم النسيم ومع الاحتفال بهذا اليوم لا يكاد يخلو أي منزل مصري من هذه الأكلة المميزة ففي أسوان لم يختلف الحال عن باقي المحافظات حيث يتوافد المواطنون على محلات الأسماك المملحة لشراء احتياجاتهم من الفسيخ والملوحة لاكتمال فرحتهم واحتفالهم نحب الملوحة، نحب الفسيخ، نحب الرنجة، نحب الليمون والطحينة نحب العائلة تكون مع بعضها والأسرة تكون مع بعضها مجتمع في الجنائين نحب النسيم طبعا ضروري جدا لازم نكون فيه الفسيخ والرنجة طلع مع الأهله طبعا من تلمع مع الأهله والصحاب وتقص سنوية لازم تهدي علينا التقص دي وتقدم المحال في أسوان أنواع عديدة من الأسماك المملحة والعلم من أشهر الأنواع كلب البحر التي يرجع سبب تسميتها بهذا الاسم لوجود أسنان حادة بها ندينا ملوحة كلب البحر، وعندنا سردين، وعندنا مخلة، وعندنا بطارق فيه راية، وفيه سردين بلدي برضو، وفيه رنجة مدخنة تملح مرة، وتملح مرة، وتنل حد يعني ممكن 15 أو 20 يوم كده يكون بيجي نفس الشكل، نفس الشكل ده اللي هو على الأكل على أطوله كما يوجد نوع آخر من الأسماك المميزة يسمى سمك الراية وهو مخصص للتمليح فقط إضافة لسمك السرزين والرنجة الذي يتم إحضاره من محافظات الوجه البحرية